تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي سيد فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب رفعت فيها خالص التهاني والتبركات إلى سموه بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني مشيدة بالإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه منوهة بما تبذله الحكومة الموقرة من دعم مستمر للسلطة التشريعية والتي تعد خير دليل على حرص سموه بأن تكون مملكة البحرين نموذجا ناجحا من نماذج الدول المتقدمة من خلال ما تشهده البحرين من سلسلة مشاريع تطويرية مهمة تم إنجازها على مختلف الأصعدة وتحمل بصمات رؤية الحكومة المستقبلية لخدمة المملكة وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب حرص المجلس على مواصلة التعاون القائم والمعهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقا لكل ما فيه الخير والنماء والتقدم للوطن والمواطن دعاية المولى عز وجل أن ينعم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر